موسيقى حياكم الله من جديد روّت مواطنة السعودية كيف تحولت فرحتها بسيارتها الجديدة وفرحت خروجها للاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى مأساة لاحتراق مركبتها بعد شهرين فقط من شرائها حيث نشرت المواطنة لقطات لسيارتها وهي متوقفة في وسط الطريق بسبب تعطلها وانتظارها لشاحنة نقل المركبة عبر سكايب تنضم معنا كلمة صاحبة السيارة المشتعلة حياة كلا معنا كريمان أهلا بك الله يحييك طيب أنت يمكن حصلتك أكثر من تجربة مع عطال السيارات لأكثر من مرة ودي ترويل التفاصيل بالنسبة للسيارة هذه أنا اشتريتها جديدة وبعد يومين صار فيها عطل في المكيف وعطل كانت ترج السيارة فما كانت مرصصة وكان فيه عطل في الشاشة فرجعت لهم هي أول مرة بعد ينقلوا تاني مرة تعالي بعدين صلحوا لي هي بعد ما رفعت خطاب شكوة للشركة نفسها وصلحوا لي هي بس وبعد كده يعني السيارة تمام وأنا مرة أهتم في السيارة يعني في الماية وبعدين يعني جديدة حتى اللاديتر لما انفجر أمس واحدة في الشارع فانفجر في السكة صارت الأرض فيها كلها ماية من مرة اللاديتر أنت شرعت السيارة من الوكيل وكيل السيارة صح؟ أيوة أيوة من الوكيل مش من معرض ولا من مكان تاني لا 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 من الوكيل نفسه طيب جربت تتواصلين مع الجهات المعنية وزارة التجارة الجهات المعنية حماية المستهلك اليوم ما كلموني وزارة التجارة جيد وقالوا أخذوا كل التفاصيل مني وقالوا لي يعني إن شاء الله بكرا نشوف ويوم الأحد كمان نشوف الوكيل السيارة وش كان رد لك؟ يعني أنت قلت إنه في سيارتين مختلفة أي طيب وش كان رد الوكيلاء بالثنين؟ أول واحد قال لي إنه الفيوز اللي أنت تبغيه يجي بعد ستة شهور طيب السيارة حتبدأ الواقفة ستة شهور وأنا رزقي في السيارة أنا عشتغل بيها بعتها السيارة هادي الجديدة حاولت أمس تواصل معاهم يعطيني إنه على طول مشغول إنه أنا عارف عشان عيد الوطني بس بالنسبة لل اليوم الوطني نعم للي ينقلوا السيارة هم اللي جوابوني تواصلت مع جمعية حماية المستهلك كان في أي تواصل بينكم؟ لا أطلاقا؟ لا طيب وش الخطوات اللي بتتخذينها كريمان الفترة الجاية؟ بكرا إن شاء الله بإذن الله أنا حطيت السيارة قدام الشركة وقفتها من السطحة نزلتها قدام الشركة فبكرا إن شاء الله أنا حروح وتفاهم مع الشركة وأشوف إيش الحل هذا رابع خطأ في السيارة مو تالت هذا رابع إيش المشكلة؟ كيف تأكدت إنه الخطأ هذا خطأ مصنعي؟ أولا السيارة جديدة كم لها تقريبا؟ نعم كم لها معاك السيارة؟ ما كملت شهرين أوكي وكيف حاولت إنه تعرفين إنه الخطأ مصنعي أو لا؟ فحصتها يعني؟ أول يو لا أنا ما فحصت ولا شيء أمس وقفت السيارة على طول بالسطحة وقفتها عند الشركة كم مشت إلى الآن السيارة كريمان؟ أربع ألاف لسه يعني دوبها جديدة سيارة إيه وجديدة لسه جديدة إيه أنت قلتين إنك رزقك من السيارة واشتقصدين يعني أنت تشتغلين عليها؟ إيه وأنا أشتغل على السيارة أوسط المشاوير هذا شغلي مع تطبيقات التوصيل؟ مع تطبيقات التوصيل ووسط الخاص هذا شغلي وش الرسالة الأخيرة بتوصلينها كريمة؟ أتمنى من كل التجار أو كل المعارض اللي تبيع السيارات قبل ما تبيعونا السيارة كونوا متأكدين مية في المية من كل شيء في السيارة لأنه إحنا ما نقدر كل يوم نشتري سيارة صعب جسالتك وصلت إن شاء الله شكرا جزيلا لك كريمان الغامدي صاحبة السيارة المشتعلة معه وضخير إن شاء الله هنا ختامي هذا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة